في الفيديو اليوم سنتعلم على جون ماكافي الكثير منكم يستطيعون أن يعرفوا الشخص ولكنه لا يمكن أن تكون شيء ولكن كان لديك نهار في البيت الانتفيروس ماكافي فإن الانتفيروس سوف يتعلق في اليوم سنرى كيف ماكافي تبدلت حياته من شبعان فلوسه وعنده أي شيء يريدها الوحد هربان من البوليس حيث كان مشتبه به في جريمة قتل وزيد عليها الصناعة الدراج والقصة اليوم هو اللي معاودها براسه جون تولد في انغلوتر شهر خمسة عام 1945 ابوه امريكاني ومه انغليزية والذي رحلوا من نيوكاي ومشوا استكنوا في امريكان بالضبط الولايات فيرجينيا في واحد المدينة صغيرة مالذي جون كانت عنده خمسة عام ابوه كان ديمة سكران وأنت أحر في ذلك الوقت وهذا السبب أثر في جون لكي تحتويه والذي مدمين على الشراب والمخديرات ولكن وخهد شيء جون كان دكي في الموت الدرجات ولا أستاذ دي الموت؟ وجاء واحد نهار جون دير غلطة كبيرة وقد تكونوا توقعتوها هي ناس من واحدة من الدريات اللي كان كاي قريت أنا معرفت كونش ما فين قريته مالبلايس فين قريت أنا ديفينت شيء بعضين نعسوا مع شيء دريات كانوا معنا ما فيها اللي هيدي قفتوا وكانوا يدروا بعد مرة شيء حركات وشيء رقطات ما احنا باقيين صغروا ويصحبنا هذه لا صعب أنا في الكوليج درية بقى مديرة مع التى خمسة عام والأستاذ يتلوط عليها انتمنت شيء يكون بقدبة مع واقع البنادي ما يقضي في الميه ولا شيء حاجة مالينا منيج جون المدرسة عرفت جلت عليه بطبيعة الحال ولكن اللي ستبين أنه لم يكن يتفلى على هذه الدرية حيث من بعد ستزوج بها وراء هذا الشيء كامل من بعدها جون الدجرية كانت عليها بالخير حيث من بعد خدم تبخوا غامور في شركة بزاف منهم النازر ولكن وخهد النجاح جون بقى يأخذ المخدرات حيث من أمو ومرتوق يقولون لي لماذا تفعل ذلك سوف يتوقف يقولون لهم مراء البلاسة فين خدام أنا كل شيء يأخذ المخدرات وعادي غير خدمتنا بحلقة وكتطلب مننا أننا نعاونه دماغنا بشي حاجة وما بغاش يحبس ومرتوق ما صبراتش على هذا الشيء وهي تخليه عام 1985 ستترى واحد الحاجة اللي ستبدل حياته في ذلك الوقت كانت جون خدام مع واحد الشركة اللي تصيب طيارات العسكر واحد ناره واخدام في البلاسة دياله حتى يدخل له واحد الفيروس حتى يخرب قليل في البلاسة وتقلوه وباش تفهمون على ذلك الوقت يلا بدأت تكتبين فاشي حاجة بحال هكا جون تأنترس سدد البلاد وبدأك يقلب ويحاول يفهموه ويفهم كيفاش كي يخدم وحتى يفهم كيفاش يقدر يحيدوه وهي فين يقدر يصيب بروغرام اللي كي يحيدوه بسباب ها التجريبة جون عام 1987 كان يعمل فيها سيكوريته انفورماتيك والأمل الالكتروني للشركات الكبار وكان في ذلك البريود بالضبط يبدو كيف يبينو الفيروسات كثيرا وكثيرا جون تعرف كثيرا والخدمة دياله بنشرات وضرب بثاف ديال الفلوس طبعا نجعل حياته المهنية ويجي نشوفه هو كي يدير جون هو واحد سيد في شكل حتى النار قل له مع فتاد البخوك غاملي كل شيء هو عمره وخدم به ليه نعمال ليس شيء لا يريد أن يترويج المنتوج وحتى كيف كان كيمانا تأتي الشركة دياله وكانت في شكل وخصوصا في ذلك الوقت لم يريحة الخدمة بثاف لدرجة التي كان يدير لهم في البرو بلاسة فين يقدرون ينقسون كينما يتكال لهم لا يحوي الشركة تديرهم بسنين ومعروفين بهم هذا في العالم عام 1994 كان عند جون تسعود واربعين عام قرر انه سيبيع الشركة دياله كاملة بالمبلغ 100 مليون دولار الذي لم يفهمه أو دماغه ما زال ما وصله إلى النفو الفلوس هي 100 مليار سنتيم مغربية يعني كل واحد من 100 مليون دولار في 1000 مليون مغربية التي تعرف ما حال سيكون فيها الطاكوسات البلوات الله لا يعلم وكذلك في بلاسة وكذلك تقاعد وكذلك في حياتي في بلاسة لا يفعل هذا ويعيش حياته أو لا يحاول يحاول بمشاريع واحدة أخرى ولا أي شيء يبدأ يغرق فيها ويبدأ يعمل فيها وكذلك غير اليوغا وكذلك يعطي الناس حصص فيها وكتب كتوب عليها الدرجة حل مؤسسة خاصة باليوغا والذي يدخلها مئتين وواحد وكذلك وكذلك وقت مئتين وواحد مئتين وواحد مئتين وواحد في العام 2008 في الوقتها كانت أزمة اقتصادية كبيرة إذا لم أردتها ولم أردتها سيقلب عليها أنا لم أقدمها الدرجة التروى كانت 100 مليون دولار أو 4 مليون دولار ومتاليو بحل الناس 4 مليون دولار أو فقير فهذا اللحظة جون عنده 63 عام وكيف يفكر ما يفعل ما يفعل وكذلك 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 سيقول سيحل سنتر اليوغا وكذلك لا وكذلك مختبر في وسط الغابة وعايت على واحدة الذين يدعم بالفلوس وكذلك تحتاج وهي تدعم الأبحاث وهذا الهدف هو أنهم يدعم التطورة في العالم بالعلاج للأعشاب الطبية زنجبير كاركبيل الذي يقبض الجامع أنت ونبدأ تستطيع ولكن نرى قاستورة وفي نفس هذه الوقت جون قال أنه لا يبقى يشرب ويستعمل المخدرات شيئا اللحظة هو الأرض الذي يعمل تسوى مليون دولار وزيد علاقة ومع شخص ويوجد العملي في السلاح هذا كل ويقبض علاجات وزنجبير كاركبيل وحتى من الدكتورة الذي أعطيت بدأت ترى لأنه يوجد شيئا كان يوجد وقرأة الآخر لا يأتي كثيرا ولكن كان مرة مرة يأتي صحفيين يدخلهم يدعم لا يوجد شيء قرائي وهناك أحد السائل يقول لهم ما نحن سوف نتطور في نفس الوقت كل شيء قامل كان واحد من الجروب الذي يدرعه واحد داخل فيه باحد الكمت يسمى مراسه Stuffmonger الذي من بعد ذلك قال أن هذا السيد اسمته الحقيقية هي جون وقالب الذي كان يحاول يوفر واحد المادة اسمه مثل MDPV هذه المادة هي واحد المخدر الذي لديه تأثير كبير على النفسية للشخص وبوصد لا يوجد بوصد في هذا الجروب يبدأ يوضح ويعطيه معلومات كتر بحال هو فين كاين قرر عنده واحد المختبر الذي فيه كي بوصد الغابة ويقلب على كيفية يصنع هذه المادة وهذا الشيء كامل هو وزع ما تحت تسمية لأنه يصنع واحد دواء من الأعشاب الطبيعية هنا بدأوا شي صحفيين من جريدة جيزمودو يحاولوا يفهموا ما يطرع حيث جون الذي كان في سيت هو نفس جون الذي كان في الحقيقة ومنه بدأت الصحفة تسؤوله يقول لهم اه أنا وصطاف مانجر الذي كان في الجروب لأنه لا يخبي في هذه ولكن ينكر لأنه لديه مختبر سري الذي يحاولون يطوره في المخدرات وزع ما قال أن هذا البوصد الذي تضحيت أنا أريد أن تضحك والأمور دازت عادي في هذا الوقت أن تأتيك الدكتورة يبدأ يخرج إلى الدم لأنه يرى بأنه يستغابة لا يوجد حريتها بشكل حبس يقوم بسلحة كامل والمادة المخدرة التي يقولها صيبها وهي مسينات شلاء ويرى كيفية جون لديه علاقات مع المافية يتعرض عليهم ويقوم بأنه يتعرض عليها وأنه يريد أن يطور العلم راما من نواله وفي شخص الدكتورة جمعت شجاعة لها وقامت لديه وقلت بأنه لا يبقى لديه تزيد على التوحي الشائلتي ويريد أن نعود في حالي وهي قلت تقول الهضراء كانت معصبة وكتبكي وقلت وإعطاء قصد العصير وجوش حباته صدع الرأس كيف تتكلم من بعد وقد أصبح أحد المدة تقرص مع عقله على الأول وعرفت أن جون خدرها وفي الوقت يتوقع وقت تتفكر والذي أرى جون ولم يكن مرحبا وكان فوق منها لكن اليوم أبقى تكتبكي وإنه لم يكن مفيدا في الأشياء جون يتعرض بشكل مكان وعرفت أن أذهب وعرفت أن أفعل ويقوم بأن أعرف ويقوم بأن تتعصب ويسعر وتعرف لأنه عرفتها حربا ويتخبات في المجرم صلات الإصلاح وقامت لهم لاحظت أن يحدث ولكن وقامت المعارضة والتواصلات مع الفبيعي وقامت لهم وقتصبها وقامت له أوهاتذ في المختبر وفي الان تقلق فقط يقول له لا تغير وكنه لا لدينا لأن في الانتراب ليس لديهم هذه المطاقة من مأت جسديا شهرة نفسيا تعقدات وخيبة تستطيع ان تتاقم ولا ترى ان تشدر هذا الشيء الذي يدر له وهنا عرفنا جون كيدير بالله رأى خطير ومسلح عنده علاقة مع المافيا تماما وتزيد عليها الاف بي اي ما يقدرونش يوصلون وهذا الشيء الذي كان في باله حتى هو حتى الواحد النهار القسم المكافحة العصابات اللي البلاسافين كان هو دخلوا عليه وحتلوا علقاء الممتلكات ديالو حتى كوفين المرويجة الكبر ديال المخدرات في ذلك المنطقة وشدوا اي واحد كان تماما بما فيهم جون بدأوا للمركز الشرطة وبدأوا يستجوبوا لكي في الأخر يتصدموا حتى تجدوا قاعدة الشيء الذي يدير قانوني وحتى الأسلحة التي كانوا عندها تماما على حسب القانون ذلك البلاد هذا ليس سبب كافي لكي يشدوه هذا الشيء لكي تطلق وقال للصحافة اللي رأى شدوني حيث كان واحد السياسي تماما بغني نعطي جوش المليون دولار ونرفض أرجع في حاله وكمل حياته عادي والصاحب مع درية عنده 16 عام اللي واحد نار ويكا تلعب بسلاح تشيرات قرطاصة اللي كانت تقريبة بثير في رأس جون ولكن جون دووزه عادي وكمل معها انا شي وحدة جبدالية موسى بضحك شي نار ما غات عاوتش تشوفني ولنقول فوق منعي يطلق نقول اخويتها ويحضر من وراء جون قرر يمشي اخوض عطلة لسان بيدرو في واحد الفيلا عنده تماما ولي كان ديما عامرة بالدريات وموسى جون كلهم بسلحين عندما كان عنده واحد جاره اسمته غريغوري واخد تقاعده تماما وكالم جاد احداث صدعه دي مزاهية عنده تماما ودرياتها تضعهم تاكسي تضعهم تاكسي ونعطي كلارا به اليوم لا يمكن ان يسكن احدا واحد لم ينعشوا الدريات غادين جايين 24 ساعة ل 24 زيادة لديه جون مرة مرة يهجمونها للسياح ويخلعوا السكان في البلاسة بدون السلاحة بعد ذلك كلارا قد يتسنى حال خمس شهر لم يترى لماذا قرر يدير هو يسمى الكلاب في الحراسة جون يعملون وقتلهم ولكن من بعدها في أيام يجدون غريغوري ميت مقتول بسلاح وفوقها يجدون في جسمه وفي الكثير من الاتراس لكي يضربوه بالضوء يعني يعدبوك بدأت تحقيق لكي يعرفوا ما كان لديه فقرروا يدقوا على الجيران يأخذوا الشهادة ولكن يدقوا في دار جون لم يكن شما وغبر البوليس شكوا أو خصوهم يجدونه كانوا فرعوا بب دار ودخلوه ولم يجدونه والذي من بعدها بشياء ماتش كتبوا واحد الصحافة في واحد المقال على واحد المقابلة داروها هما مع جون والذي قال فيها بالذي من يرى أن البوليس قربوا الدار وضعوا رأسه وضعوا الكارتون وهذه الطريقين نجحات لأن البوليس دخلوه ولم يجدونه وقدروا يهرب بسهولة من بعد وفي نفس المقابلة الليشاك هو الذي قتله لا يكون شخص من السياسيين الفاسدين الذين يريد أن يقتلونه ولكن يدخلونه للدار الغلط ويقول بالذي هو هرب لأنه يخاف على حياته سنعرف كيف ترى بالصح من الدوكومنتر الذي كان يدار من بعد والذي قال فيه بالذي يدوز خمسالاف دولار للقتل وكان المهمة له هي يقتل غريغوري لأنه يعرف كيف يدار له المهم جون فضل وقيته باقي يجعل مقابلات عادي ويجعل البوليس الذي يقلب عليه لأنه عزيز لا يكون في الواجهة وعليه وعليه واحد النار وصحفي لأحد الصورة مع جون هذه الصورة كان فيها وكان يتخذ والذي كتبين جون كان في غواتيمالا والذي هو البلاد الملاصق مع بيليز والذي كان يوصل لها بسبب البوليسيين الذين يأخذوا الرشوة والذي يدوز من البلايس وكان هنا الصحافة والبوليس لكي ينجحوا لماذا ينجحوا الواجهة للحبس في غواتيمالا وهنا يبدأ يفكر كيف يخرج في الأول طلب اللجوء السياسي ولكن ترفض له وهنا جاءت وقت الخطة الثانية والذي متل فيها والذي جاءت أزمة قلبية وانشحت له الخطة حتى وراءها بسبب سيمانا سي تترانسفيري والأمريكان ولم يرجعوه للبيليسي ولم يصل لهم بصراحة والذي غير تفلع بأزمة قلبية لكي يربح الوقت ويستطيع الرجاء عام 2012 يذهب لداره عادي عندما يخاف من القضية من القتل والأصلا التحقيق وقف حيث بيليس بلاد صغيرة وليس لديهم المواريد الكافية لكي يكملوا التحقيق ويبقوا مطلعين في بحالة شي وهنا جون يكمل حياته عادي حتى عام 2013 له واحد الفيديو اسمه كيف تستطيع الانتفيروس ماكافي وفي هذا الفيديو كانوا ضائرين كثيرا في الدريات وفي نفس الوقت يجب أن يظهر لكي يظهر على الصحافة الذي دائما يقولون بما هو رابوس المافيا الذي يظهر كبير سيكمل فتشه لدرجة ترشح الرئاسة الأمريكان في عام 2016 وفي 2020 جون عيش في واحد الذي يخت مع عائلته في أوروبا وهرب غير حيث لأن الدرائب الأمريكان تتابعه وهذا الملان هو في أوروبا مع عائلته لا يستطيعوا تحقيق لكي يعرفوه راغاه وقال في مقابلة صحفية عادي وقال بعد 8 سنين لن تخلص الضرائب وهذا الشيء في عام جون عادي في سباين لأن الدول البوليس تماما بأمر من الأمريكان الذي يدوز فيه وقبل أن يسلموا الأمريكان قتل راسو في الحبس هناك الكثير من الناس يقولون لا يقلوا راسو وقتلوه الكثير من القصص التي قدروا تدخلها في الإنترنت وهذا ما كانت اليوم القصة للإنسان والسطوري الذي هو جون مكافي الذي كان لكم كيف نعرف غير الانتفيروس ودعبك تعرفوا السطوري كاملة للإنسان الذي يصيبه وقالوا في كومنتر ما أعجبكم بحالة فيديو وفي ريديت تستطيعون ونقوموا هنا في الشيء وقالوا مع أصحابكم كما يعرفون كون جون والله يرحموا